لا تزال مطالبات سكان مدينة الفلوجة مستمرة منذ أكثر من عام بتعوضهم عن الدمار الذي أصاب مساكنهم جراء العمليات العسكرية التي حدثت فيها فالفلوجة ما زالت محاصرة من جميع أطرافها من قبل القوات الحكومية والميليشيات بحجج فرض الأمن فيها المدينة محاصرة نرجو من المسؤولين يفتحون السيطرات المدينة إذا مخنوقة شون تجيها العالم شون تقتهاد المدينة غير على الأطراف المدينة من جانب هذا الجانب اقتصادي تعبان من الجانب الخدمي أسوأ إلى أسوأ من ناحية الكهرباء من ناحية الشوارع والمعاناة في الفلوجة لم تقتصر على جانب واحد فتنوعها يدل على حجم الدمار والمأساة التي يعيشها أهل هذه المدينة بعد نزوح استمر أكثر من سنتين في المخيمات والله العظيم ما نملك الدينار من جانب ما أمننا شنا مهجرين وما عدنا وإحنا نعاني ما عدنا واخرى ما عدنا إجارات يريدهم نعفونا بالتسلسين على المقبلة الجاية بيوتنا مهدمة ثالث شي كهرباء ماكو ثالث شي طحين ماكو طحين صار الأربعة تجير ماكو يعني عايشين عيشة تحت الصفر الركود الاقتصادي في المدينة والطوق الأمني المفروض عليها وعزلها عن بقية المحافظات زادت طين بلة في تفاقم الوضع المادي مع أزمة البيوت المدمرة التي رفعت هي بدورها من نسبة الفقر في صفوف سكانها إلى 50% حسب الإحصائيات الرسمية والله يجون الله شاهد يشحذون والنستة يعني حت من عده عالم ما عده فلوس عالم ما عده منحان فلا يخا يعني نطالب من عدكم منطالب من محافظة لنبارها المنح المليون ونصف ونسع العالم ترحمها العالم سكان الفلوجة لم يحصلوا حتى الآن على أي تعويضات مالية كما لم تنضلق أي مشاريع ترميم أو إعمار حقيقية كما أن المصانع والورش والمعامل ما زالت متوقفة في المدينة وأطرافها ترجمة نانسي قنقر